برتغالي نيلو بنجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة تلقى عرضا من نادي الاتحاد الاسكندالي اللي قيادته في الموسم الجديد مصدر بالاتحاد قال لنا في رقم 10 ان العرض اللي تم تقديمه لبنجادا كان عن طريق طارق السيد لعب الزمالك السابق واللي كان الوسيط في هذه المفاوضات بنجادا من جانبه رحب كمان واكد ان رغبته العودة للعمل في مصر واضح انه سيصل الكاهرة في اقرب وقت لانهاء بعض الامور الخاصة مع اتحاد الكرة ومستحقاته المتأخرة وده اللي اتكلمنا فيه قبل كده ان بنجادا هيبقى موجود في مصر مع كالوس كيروش عشان ينهو ازمة مستحقاتهم المالية مع اتحاد الكرة اتحاد سكنداري بنجادا مدرب كبير جدا ومعادي الوقت مدرب كبير جدا هو كابتن محمد عمر